أقريبا من كوريا الشمالية حيث انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إذ أدى انخفاض معدل الموليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما تهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد وفق وكالة بلومبرغ وشهدت الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد ثلاث سنوات من المتابعة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت سلطات القيود فجأة في نهاية العام 2022 وأسجلت الصين 11 مليون ومئة ألف حالة وفاة أي أعلى من العام السابق وفقا للبيانة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني الأربعاء ترجمة نانسي قنقر